على طاولة أشغال الدورة السابعة عشر للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو المنعقدة في مدينة الرباط ستنظر اللجنة في تقارير لدول الأطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي المادي لسنة 2003 طبعاً ستسجلوا العناصر اللي هي مدرجة طبعاً في الأجندة دينا ولكن ما كيش غير تسجيل ديال العناصر كي بواكبة بعض المجموعات والجماعات وحتى الأفراد اللي تمارسوا هاد الأعراف وهاد الممارسات وهاد المهارات اللي خصنا نحافظ عليها واللي هي بعض الأحيان يعني مهددة من قيرات صنفت العاصمة المغربية الرباط عام 2012 تراثاً عالمياً من قبل اليونسكو وفي ضمن قائمة التراث الثقافي الغير المادي في التراث المغربية هناك التبردة رقصة تسكيوين موسم طنطان الصيد بالطيور الجارحة مهرجان حب الملوك الممارسات المتعلقة بشجر الأرغان فن جناوة وساحة جامع الفناء والمغرب يتمتع بكنز مهمة جداً في هذا الباب في هذا المجال التراث اللامادي فيه مهارات تقليدية فيه فن الطبخ فيه اللباس فيه الموسيقى فيه اللغة أيضاً والتعابير الشعبية فيه جانب من التفكير في الكون ونمط حياة الناس على كل حال فيها عشرة قضايا مهمة جداً لابد أن ننتبه إليها خلف السلف شفرة تتحدد من خلال معالم الهوية الإنسانية فالعلاقة الجدلية بين التراث والهوية أصبحت مهددة بفعل العولمة الكاسحة للخصوصية الثقافية والاجتماعية لمختلف الحضارات التراث والهوية تلازم وتكامل فعبر بوابة التراث نعبر عبر العالم والذي يحمل معه ملامح الشعب وعراقته وهويته كبصمة بمعنى التفرد فالحفاظ وصون التراث الثقافي اللامديه وضمان لاستمراريته وتحقيق التوازن في معادلة الماضي الحاضر المستقبل اكرم الأزرق قناة الغد الرباط اكرم الأزرق قناة الثقافي اللامديه وضمان لاستمراريته اكرم الأزرق قناة الثقافي اللامديه وضمان لاستمراريته ترجمة نانسي قنقر